هاللويا الرب يجدد كالنسر شبابنا هاللويا مع الرب يسوع احنا دايما من مجد الى مجد من قوة الى قوة مع الرب يسوع احنا دايما في الارتفاع ومع الرب يسوع لا نفشل ومع الرب يسوع يعظم انتصارنا ومع الرب يسوع لا يعوزنا شيء ومع الرب يسوع نكون دائما بركة لكل من يتعامل معنا لان الوعد اباركك وتكون بركة عزيزي المشاهد ببدأ معك هذه الحلقة بآية معروفة من مزمور اتنين وتسعين آية رقم اتناشر الصديق من هو الصديق هو الشخص اللي علاقة حية مع الرب هو الشخص اللي عايز يعيش يرضي الرب عايش ضد الخطيئة عايش خاضع للرب هذا هو الصديق الصديق كالنخلة يزهو كالارز في لبنان ينمو هنا الصديق المؤمن الحقيقي يعني مشبه بايه بالنخلة وبالارز النخلة والارز اشجار عظيمة جدا دي مش بتنبت وتكبر نتيجة مجهود بشري لا النخلة بيطلع في الصحراء الارز ليه اماكنه دي نقدر نقول ان دي شجر صناعة الهية هو كل الشجر صناعة الهية بس دي يعني المجهود البشري اللي فيها قليل وعشان كده اسمها في مزمور مية اربعة اسمها ايه اسمها اشجار الله اسمها اشجار الله عزيزي المشاهد لو انت لك علاقة حية مع الرب يسوع انت من اشجار الله انت بتكبر نتيجة اعتناء الرب بيك رعاية الرب ليك انت بتكبر وبتسمر وبتنجح نتيجة ان الرب مجهول بيك انت زي النخلة انت زي الارز نخلة والارز ايد الرب هي اللي بتكبره قول كده اشكرك ايها الرب لاني كالنخلة وكالارز انا من اشجارك اشكرك لاني 100% هنمو لانك انت اللي بتاعتني بيا 100% هنجح لانك انت اللي بتاعتني بيا 100% هبه محمي لانك انت اللي بتاعتني بيا حاجة كمان نشوفها في النخلة ويه الارز ان الشجر دا دائما طول السنة جميل يعني النخلة بص كده لالزعف بتاعها وكده دايما اخضر طول السنة ايه المعنى انا في الصيف انا في الشتاء انا في الربيع انا في الخريف جميل جمال جمال من الرب على حياتي ابا جميل ابا دائما عندي حيوية في نباتات تجف يعني في شجر في فصل معين تلاقيه مجرد فروع كده فروع شجر فيش ولا ولا خضرة النخل كده لا الارز كده لا انا زي مين انا هنا زي النخلة وزي الارز الظروف تغير الرب بيديني في اي ظرف من الظروف بيديني حيوية ما بيعايش ما باش ميت في اي ظرف في الشتاء في الصيف في الربيع في الخريف الرب دايما بيجدد كالنسر شبابي ودايما الرب بيديني في اي وقت بيديني حياة اسمها حياة التمتع اعطانا كل شيء بغنى للتمتع في كل الفصول انا منتصر النخلة والارز دائما طول السنة جمال يبقى اول حاجة ده شجر اللي بيخليه يكبر اهتمام الرب ده ده من اشجار الرب زي المؤمن الحقيق نين ده شجر دايما عنده حيوية ونشاط وحماس المؤمن كده طول السنة في كل الفصول في الشتاء زي الخريف زي النخلة كده دايما ولا مش بيجف فيها حيوية منتصرة على شمس الصحراء وانت تقول كده انا منتصر على شمس الصحراء شمس الظروف الصعبة الحاجة التالتة اني اللي تلاقيها في النخلة وفي الارز انها دايما الاشجار دي تشاف يعني لو رحت اي حتة نخلة كده اه تشد انت بقى تشد عينك ماياش نباس صغير كده مختبئ الارز بقى اه يشد نظرة تلاقي حتة كده مليانة شجر ارز بساحة كبيرة عينك تروح على الشجر الارز عينك تروح على النخلة فهمت انا عايز اقول ايه انا عايز اقول المؤمن كده زي ما قال عنه الرب مدينة ايه كائنة على جبل يعني مش مدينة كده تحت مدينة فوق الجبل اي حد يشوفها هو جاي فالمؤمن زي النخلة وزي الارز وزي المدينة دي اللي فوق الجبل قائمة على الجبل اللي قال عنها الرب في المععزة على الجبل دايما المؤمن متشاف دايما الناس تبص للمؤمن وتلجأ اليه لما تبت عبانا وتستعين بيه لما يبع عندها مشكلة مؤمن متميز وعليه نعمة وزي ما بيقول الكتاب مجد مجد الرب على المؤمن يرى ونعمة الرب تبع عليه وعشان كده دايما يجذب الانتباه في حاجة مختلفة قول كده انا باسم الرب يسوع اظل دائما عندي حاجة مختلفة في حاجة تبقى مختلفة فيها تشد الناس بس انا مش عايز الناس تشد ليا انا عايز الناس تشد ليا ومني للرب يعني ابا محطة بس اوصل الناس للي غيرني اوصل الناس اللي خلاني متميز اوصل الناس للي حبني ومات من اجلي وعزيزي المشاهد ايه اللي بيميز النخل ان النخل الصمر البلح بتاعه الصمر ده فوق في اعلى حتة مش تحت لا يعني الصمر مرتبط بايه بالارتفاع في اعلى حتة في النخلة ما النخلة زي العمود كده في اعلى حتة في النخلة الاقي الصمر نده نقول ان ده الصمر ايه سماوي مرتبط بالسماء يعني مش تحت احنا برضو نقول كده احنا مسمرين ناجحين عشان لينا علاقة مع الرب الذي فيه السماء عشان افكارنا سماوية عشان احنا من فوق زي ما بتقول الرسالة جنسيتنا السماء سيرتنا نحن وهي في السماويات الترجمة الاضاق ان احنا الجنسية بتاعتنا السماء والصمر بتاعنا مربوط بايه بالارض لا الصمر بتاعنا مربوط بالسماء فوق زي حتى كل شجر ارض كنعان اللي هي الارض اللي تفيد لبن وعسل لما تأملوا ايه الفرق بين اللي تقال في الكتاب عن الصمر اللي في ارض مصر ويه الصمر اللي فيه ارض كنعان قال لك الشجر في ارض كنعان فوق بعيد عن الارض في الهوى زي العنب زي التين زي الزتون انما الصمر انما الصمر بتاع المصريين اللي تقال في الكتاب البطيخ الكرات الكرات كلها حاجات ملاصقة للارض احنا بقى زي النخل فوق 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 كل يوم بنكبر ونبق فوق طب والارض يتميز به احسن اكتر صفة في شجر ارض انه الصلابة الصمود يعني في تلج بيجي في الحتة دي حتة اللي فيها ارض كتير من الارض جنب اماكن فيها تلج مع كده منتصر عنده جوه سخونة في حياة جوه بتغلب البرودة اللي برا ما بيموتش في التلج المؤمن كده مؤمن جوه في حرارة تغلب البرودة اللي في العالم وتغلب الفراغ اللي بيصدره العالم مؤمن دايما عنده حياة جوه والحياة دي بينتصر بيها على اي حاجة برا باردة الخطيئة الشر الاباحية لا انا حي من جوه ولاني حي من جوه فانا منتصر وقدر اقول كده المسيح يحيى فيه احيى لا انا بل المسيح يحيى فيه عشان كده انا زي الارض عزيزي المشاهد تعالى معي الان الى سفر العدد اصحاح اتناشر بنكمل التأمل في العمل الرب مع مريا مهارون مريا مهارون اتكلموا كلام سيء عن موسى كان عندهم غيرة من موسى اتتكلموا كلام فيه ناقد عن موسى ناميمة بيتكلموا بعض وما خافوش ورب هلهم لماذا لا تخشيان لما واجههم الرب انت تكلم على عبد موسى تتبعي وفيها بتقول كده لا تمسوا المسحائي يعني الناس للرب بيمسحهم للخدمة لا انت لما تقرب عليهم او تشتكي عليهم بكلام لا انت تقع تقع عصاية من الرب فزي ما مانيا مهارون وقعوا تعت عصاية الرب علشان ناموا على موسى او تكون انت وصاحبك كده بتتكلموا على راعي الكنيسة اللي انت فيها ماينفعش وزي ما قلت في الحلقات اللي فاتت عندكم شكاية على راعي الكنيسة صلوا من اجله ناما نتكلم مع بعض وننم لا تقول لي مش قادر انا مش محتمل اخطاء خلاص في كنيس كتير واطلب من الرب نرشدك الى كنيسة وانا لما اشوف حد من القادة بتعوط بيغلط اعمل ايه اصلي من اجله بحب انما انام لا ما فيش نميمة كتاب المقدس بيتكلم ضد النميمة مؤمن ماينمش واننم ايه ما هو النام النام ان احنا نتكلم عن مساوئ شخص نتكلم عن اخطاء شخص نتكلم مع بعض كده عن اخطاء واحد وبنتكلم ليه يقولك الكتاب بيشرح بيقولك الناميمة دي حيانا بيبطعمها حلو حلو ان احنا في التليفونات اوه سمعتش كذا حصل كذا حصل كذا دي محبة دي ده احنا لما بننم بنحقق مشيئة الشيطان في انه ينشر اخبار سيئة عن المؤمنين والخدام لا لما تعرف قصة سيئة عن خادم اوعى تقولها الحد تقولي اعمل يقولك اركع وصلي له لو حسيت ان الناس اتضر من الخادم ده بعت عن الخادم ده بطريقة ما فيهاش اساءة لهذا الخادم ليه لانه ممكن بكر رب يغيره الكلام اللي انت قلته عليه مش هتنسي نصلي من عجل الخادم الذي يخطئ ما ننمش واذا كان تعبنا ومش قادرين نستمر معا نشوف كنيسة تانية وما نقولش حاجة عنه ونسيبه للرب انما في القصة دي موسى ما اخطأش ده تصور ملاهم نتيجة جوازه والسبب الاساسي الغيرة كانوا غيرانين من موسى والرب قال لهم انتو ما تعرفوش موسى ده انا بتعامل معا ازاي ده ليه مستوى اعلى منكم انا جعلته قائد للشعب انا ما جعلتك شاهرون قائد للشعب انا جعلتك رئيس كان للشعب انا جعلتك مريم نبيا في وسط الشعب وتقودي نساء الشعب لكن مين القائد مين القائد دي انا انا اللي عمله انتو لما خبطوا في موسى خبطوا في الرب قال لهم كده وبعدين قدب مريم وايه تأديب جالها برص مرض خطير جدا يشوه الشكل ومعدي جدا وزي ما قلتلك في الحلقة اللي فاتت يعبر عن النجاسة يعني جاب لها مرض رمز النجاسة يعني الرب عايز يقول ايه النميمة بتاعتك ضد اخوك دي كانت نجاسة دي نجاسة الشفتين اللي كانت عندي اشعية قبل ما الرب يناق الشفتين مش قال انا نجس الشفتين مريم عندها نجاسة الشفتين والرب حبي يوري النجاسة بتاعتها ملا وشا وجسمها برس اللي هو المرض الذي يتكلم عن النجاسة وعشان كده قلتلك الشفاء من البرس اسمه ايه اسمه تطهير يقول لك اذا طهر شخص من برس والرب لما شاف الابرس قال له اطهر والطهار عكس النجاسة يبقى اذا المرض ده وحتى الرجل اي حد كان يجيله المرض ده عشان هو مرض معدل جدا عشان الناس ما تقربش عليه يقول كده صوته عليه وحد قرب نجس نجس يعني ما تقربش بس بيقول نجس عزيزي المشاهد مريم جالة تأديب خاصي بس تستحق لانها تخطط الحدود ونمت مع اخوها واخوها سلبي يعني خطيط هارون ايه السلبية هي تتكلم هو ما بيقفهاش فعشان كده ايد الرب جات على مين جات على مريم وجات على هارون بطريقة غير مباشرة ان هارون شاف اخته جالها برس بسبب الحوار اللي دار بينه وبينها صحيح هو ما جالوش برس لكن شاف اخته جالها برس ونخلي بالك هارون شغلته ايه رئيس كان والأي واحد ابرس في في الشعب اللي بتعامل معه الكهنة الشريعة بتقول كده فاذا مين اللي هتعامل مع مريم البرصاء هارون يعني هارون هشوفها ولما تشفى هيعمل التقوص بتاعة تطهير البرص كل ده تعديب لي تعديب ممكن صعب نفسيا انا السبب انا لو كنت وقفتها ما كانش حصل لها كده شوف هيه صورتها قدام الناس شوف الناس خلتها الفكرة عنها ايه وزي ما قلتلك في الحلقة اللي فاتت ان الرب اظهر ده لعني لما اتكلم مع مريم وهارون وبعد ما خلص كلام ارتفع العمود السحاف فكل الناس شافت وبعدين هي بيت لونة ابرص لونة ابيض زي واحد عندها برص ومنوع تقيم مع الشعب طلعت بره كل الشعب عرف تقول لي ليه ليه الرب يعمل كده عشان دي نبي لازم تبقى الرب بيعلم الناس بيها والرب بيعلم الناس بخطاها ودي دعوة للناس انها تفحص نفسها واللي شوف جواه اتجاه نميمة او غيرة ما هي غارت ونمت اللي شوف جواه غيرة او نميمة او عدم تقدير لخدام الرب اي حد من الشعب يشوف نفسه كده يتوب بسرعة احنا مش عايزين يحصل لنا زي اللي حصل لماريا احنا مش عايزين يجينا هذا المرض وخلي بالك هي نمت على موسى انه تجوز وحده ولقبتها بالامرأة الكوشية وانه في الغالب دي صفورة المديانية بس سميتها كوشية لان الكوشيين لونهم اصمر ويبدو ان صفورة كان الصمراء اهي بقى جالها اي عكس الاسود يعني ياريت كانت بقيت سودة ولا بقيت لونها ابيض لانه هنا المرض غير في لون الجلد المقابلة بين الابيض والاسود فيه لمسة كده شانت اتكلمت على فلانا انها صمرة طيب الصمرة دي ما انت ديك بقيت ابيض ابيض خالص بس ايه عندك برس هارون هنا تصرف بطريقة جميلة عن مريا لان على طول لما هارون لقى اخته وهي برساء على طول في الحال قال هارون لموسى اسألك يا سيدي اسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطيئة التي حمقنا واخطأنا بها يعني راح مكسولة لموسى متواضع وبيقول له لو سمحت لو سمحت لو سمحت صلي من اجلنا لا تجعل علينا الخطيئة التي حمقنا واخطأنا بها فلا تكن اختي واختك كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم امه قد اكل نصف لحمه يعني البرزاء يكلها كده ويظهر انه ابتدى يكلها وبيقي زي جنين ميت طالع كده متأكل لو سمحت قال هارون لموسى اسألك يا سيدي ما تخليش نتائج الخطيئة تيجي علينا هنا هارون شايف ان موسى فارق عنه هنا ده ده اعتراف انا 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 انك انت زي لا انت مش زي انا انا اغلط لما مريم تبا كده شكلها زي الميتين يقول الكتاب فصرخ موسى الى الرب رائع موسى رائع رائع لانه ما عنده رغبة في الانتقام ورائع انه عنده محبة حقيقية للناس اللي اساءت ليه وتكلمت عنه كلام سايا من ما اقدر ساعدكم مساعدكم وده مش موسى بس ده كل شخص ليه علاقة مع الرب يسو على زمين بكده نصلي من اجل الذين اساءوا الينا زي ما بيقول الرب ناس اساءت اليك انت عندك محبة من الرب ده محبة حقيقية من الرب طول ما انت ليك علاقة مع رائع تلاشي جواك حب للناس اللي اساءت اليك والحب ده الترجم انت شوفه في مشكلة هتصلي من اجلها صرخوا كلمة صرخ يعني صلاة من القلب صرخ موسى الرب قائلا اللهم اشفع عزيزي المشاهد الخطيئة تجيب مرض بس مش كل مرض سوى خطيئة لكن من نتاج الخطايا الامراض ومن نتاج التوبة الشفاء لو خطيئة سببها مرض لما انتوب يعيحصل شفاء من هذا المرض هي جالها مرض البرز نتيجة ايه خطيئة خطيئة النميمة وخطيئة الغيرة وخطيئة انها طعنت فيه شخص اختار الرب للقيادة جالها مرض طيب تابت ايه علامة التوبة علامة التوبة واضحة انها مع هارون هارون بتكلم بلغة الجامع كأنه هو بتكلم نيابة عن اخت ان اخت قالها بلس مش تعرف تتكلم ومنفعش تقرب وقال هارون لموسى اسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطيئة علينا بالجامع اذا كانت امراضك ومشاكلك سببها خطيئة سقطت فيها واستمرت فيها مش صدفة انا كنت بتسمع هذه الكلمات توب تقول يعني اروح للرب اقول انا غلط مش عايز استمر في الغلط التوبة توزيل نتائج ارتكابك للخطايا اذا الخطايا جابت لك مرض التوبة تأتي لك بالشفاء واكمل معاك في الحلقة القادمة الى اللقاء الرب معك موسيقى من اجلها راسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة جمهورية مصر العربية او ريفرزوف لايف بيو بوكس 433 جرينفرد يو بي 5 9 بي جي يو كي او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة السمس على 012 اتلين خمسمائة 77 88 وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org اربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية اشتركوا في القناة